اشتركوا في القناة 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 اللي لها علاقة فيك يعني تغطيق طاقة إيجابية يعرف أنه أنت بدأت بالفترة الجديدة يعني بشكل تصاعدي الأمور بتتغير مش بشكل مفاجئ أما بالنسبة للتوقعات على حسب الخارطة الفلكية نحكي البيت الأول ما زالت الأمور ضاغطة لأنه لسه الشمس ما وصلت على كل موليد برج الحوت فمنلاقي نوع من أنواع الضغط على المستوى النفسي والشخصي ممكن رواسب الأحداث السابقة بعض الأمور اللي همتك أو اللي مشكلتك بالفترة الماضي دخلتك في مرحلة من الاكتئاب أو عدم الاتزان النفسي فعشان هيك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية هذا الشهر وتطلع من هذا الاكتئاب اللي أنت عايش فيه أو هاي اللي الدراما اللي مؤثرة عليك بشكل مخيف حاول أنك أنت تشحن حالك طاقة إيجابية وتنطلق واكسب قد ما بتقدر خلال هذا الشهر ورح تسمع أنت أنه في بيوت بتدعمك بشكل كبير وفي بيوت ممكن أنها تشكلك بعض المخاطر أو تركز على نقاط معينة أنت متخوف منها أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فأنا شايف الأمور بتدعمك بشكل إيجابي جدا طبعا مش طيلة الشهر يعني منلاقي أنه يوم واحد الشهر يوم ثلاث الشهر يوم خمسة وعشرين وستة وعشرين أهدولة أيام صعبة على المستوى المالي يعني بتزيد المصاريف بتزيد النفقات المطالبات المالية بتنضغط على الأمور المالية بشكل عام ولكن طيلة الشهر شكل إيجابي جدا تدعمك الأمور المالية ممكن يجيك مال عن طريق عمل إضافي أو عن طريق هبة أو مساعدة ممكن مال برجع لك يعني فيه أمور مالية ممتازة براحة تقدروا ترتبوا أموركو تفوتروا الأمور إعادة جدولة حساباتكو وديونكو ممكن أنه أنتو تنطلقوا بخطة مالية جديدة ولكن بتكون تقللوا من المصاريف قدر الإمكان الغير مرغوب فيها أما بالنسبة لأبيتك الثالث بيت التنقلات والاتصالات فأنا شايف أنه عندك اليوم كثير من التحركات كثير من التنقلات والاتصالات خلال هذا الشهر فيه كثير أشخاص عندهم امتحانات رح ينجزوا تكون الأمور لصالحهم فيه أشخاص رح يهتموا بمشترى سيارة أو استبدال سيارة أو أنه ممكن أنه يفكر بجهاز خليوي أو كمبيوتر أي شيء العلاقة بالاتصالات والمواصلات عندكو قدرة على إقناع الغير بوجهة نظركو عندكو سرعة بديهة عالية جدا فيه منكو أشخاص رح تفكر بالسفر والتنقلات فيه منكو رح يفكر بالنزه أو الرحلات أو الانطلاقة أو الترفيه أو الشغلات اللي من هذا القبيل هذا الشهر إيجابي جدا حتى إذا كان عندك مقابلة عندك قدرة على توصيل المعلومة بشكل ممتاز جدا أما بالنسبة لبيتك الرابع فيه منكو رح يهتم بأمور السكن وأمور البيت يعني هذا بيت البيت فرح يهتموا بالسكن رح يهتموا بالترحال رح يهتموا ببيت جديد أو شراء بيت جديد أو بناء بيت جديد أو يستردوا بيت لهم يعني كل شيء له علاقة بالبيت ممكن ترميم تصليحات أو شراء بعض الأجهزة اللي بتتعلق في البيت بعض الإضافات تغيير بالأثاث مثلا أو الاهتمام بأي شيء له علاقة بأفراد المنزل رح تتموا بصحة أحد المقربين لإلكو أو بحل أحد المشاكل اللي له علاقة في البيت اللي شايفوا أنا على حسب الخارطة الفلكية أنه فيه فرحة رح تصير عندكو بداخل البيت ممكن تكون مناسبة أو اجتماع أو خطبة أو مولود جديد أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه كثير من الأمور العاطفية رح تكون متواجدة عندك ولكن ما رح تكون بالقوة يعني هي إيجابية ولكن برضو مش بقوة الحظ اللي بدعمك يعني فيه علاقة عاطفية ولكن أنا بقول اللي هي طبيعتك أنه أنت عاطفي بتعرف وحده بتحبها أو واحد بتحب واحد معين فالعلاقة إيجابية ما فيها السلبيات معظم أيام الشهر أما أصعب الأيام اللي ممكن يصير فيها خلافات اللي هي 14 و 21 و 22 و 23 حاول تمسك عصابك على أساس أنه ما ثور ثورة عارمة مع الحبيب وتصل لنقطة الخلاف حاول أنك تكسب قدر الإمكان في عندك حب للترفيه والنزوات والخروجة بالفترة هاي يعني الفترة إيجابية بالدعم من موقفك وتعطيك نوع حياة ترفيهية جيدة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور الصحية وعلى مستوى أمور العمل الطاقة قوية جدا في منك رح يحصل على عمل جديد أو رح ينقبل بوظيفة جديدة أو بتوظيفة جديدة في فرص للعمل بتقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك ممكن يوكل لك عمل وإنت بالبداية تستصعبه وتشوف أنه أنت يعني مش رح تقدر أنك أنت تنجزه لأنه بيتك الأول بضغط عليك ولكن هذا العمل إذا أنجزته رح يكون لمصلحتك وعاتب جديد لحياتك فحاول أنك أنت تستفيد وتنجز هذا الأعمال في منك رح يهتم بصحته ممكن يسجل بنادي أو بداية برنامج غذائي معين وفي منك ممكن يبدأ علاقة غرامية من خلال عمله أو من خلال الوسط الطبي أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكي العاطفي والمالي فالشهر هذا فيه كثير من الأمور فيها نوع من أنواع التواصل على المستوى الشراكي يائما البداية بمشروع معين أو توقيع عقد معين أو طرح فكرة معينة ورح تكون تلاقي استحسان أو مصالح معينة مع الشريك إذا كان فيه مشاكل بالفترة الماضية حدثت ما بينك وبينو شريك العاطفي أصعب الأيام خلال هذا الشهر واللي بدك تحذر فيها المواجهات والعصبية والخلافات اللي هو يوم ثمانية ويوم أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين وسبعة وعشرين أما بالنسبة لبيتك الثامن بيت المواريث فأنا شايف أنه هذا الشهر تقريبا فارغ تماما من الحضوض يعني فيه أيام بسيطة فيها حضوض ولكن تيجي مجرد لساعات معينة فعشان هيك اللي بيسعى لقرض معين رح يكون صعب عليه الشهر هذا ممكن يجيكو في أيام نثريات أو أموال بسيطة جدا استرداد لحقوقك أو أموال بترجعلك أو ديون أنتم دينينها لأشخاص ولكن ما رح يكون مبالغ كبيرة اللي أنت بتطمح لها أو اللي أنت بتتمنىها حاول قدر الإمكان أنك تقلل من مصاريفك أو حاول أنك أنت ما تدخل في أي شيء مشبوه على مستوى الأعمال أو مخالف للقوانين أما بالنسبة لبيتك التاسع فالشهر هذا اللي عنده امتحان رح يبدع بشكل قوي جدا ولكن بتكون تحذروا من أسوأ الأيام اللي هي خصوصا 15 16 17 ويوم 29 30 31 أما باقي الشهر فالأمر إيجابي جدا اللي عنده امتحان رح ينجز فيه ولكن منحذر من الثلاث أيام اللي إحنا ذكرناها تخلوها دائما بالحسابات إنه هاي سيئة لا تصلح لامتحان ولا مقابلة ولا سفر ولا أي شيء ما بدعمك الحظ فيها بالعكس هاي فترة ضاغطة ومنتحسة أما من باقي الشهر فهو إيجابي بدعمك على مستوى السفر وخصوصا الأول سبع أيام اللي بده يجدد إقامته أو بده يقدم لفيزا للسفر أو حابب يهاجر بيستغل السبع أيام الأولى فهي إيجابية وقوية جدا في منك ورح يبدأ علاقة مع أشخاص من خارج البلاد أو تواصل مع شركات أجنبية أو أشخاص يساندوهم ممكن يتعلموا لغة جديدة أو يدخلوا في مجال تعليمي جديد أو يغيروا منهجهم التعليمي لدراسة بعض المواد الجديدة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت الرغبات والأماني فأنا شايف أنه يعني في نوع من أنواع الحضوظ ولكن برضو في أيام تضغط بتشويه السمعة حاول أنك أنت تحمي حالك منها لأنه تشويه السمعة مش سهل وخصوصا اللي هو يوم 3 و 4 يوم 8 9 10 11 12 13 يوم 15 16 17 ويوم 27 28 29 هاي الأيام بدك تكون حذر جدا من أي شيء ممكن أن يشويه سمعتك مخالفة القوانين مواجهة مع رجال الأمن مخالفة الدخول في أشياء مشبوهة نزاعات على مستوى العمل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو إجراء أي عمل ممكن أنه يثير الشكوك أو يشويه سمعتك بدك تكون حذر من هذه الأيام أكثر شيء أما باقي الأيام فهي أيام إيجابية بتدعمك بالحظ الكبير لدرجة أنه أنت رح تحقق أشياء كثيرة على مستوى السمعة وأشياء تنفعك في المستقبل إن شاء الله على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه علاقتك مع أصدقائك الشهر هذا رح تكون صعب شوي ممكن تفقد صديق أو تكتشف صديق أنه كان يستغلك بالفترة الماضية أو يتآمر عليك أو فشى سر لإلك فتخسر صديق أو تصير قطيعة ما بينك وبينه أو خلافات أهم مش أنك ما تحاول تفرض سيطرتك أو سلطتك على الأشخاص المقربين لإلك خلال هذا الشهر حاول تتعامل بلين أما ما باقي ما بعد 13 الشهر بنلاقي أنه الأمور صارت إيجابية ممكن يجيك دعم من صديق أو بتكثر الدعوات والحفلات والمناسبات حواليك بتوجه لك دعوة فأنت بتكون إشي قوي جدا بالحضور لدرجة أنه هذا الإشي بدعمك دعم قوي جدا في هاي المناسبات أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه بيت متاعبك ضاغط عليك برضو أول 13 يوم بشكل قوي جدا فعشان هيك بدك تدير بالك من أي تراكم بالعمل أي تأخير عن العمل إجازات تتغيب تهمل بأعمالك تحاول أنك ما تراعي صحتك تجهد نفسك الزيادة هاي الفترة بتضغطك على كل هاي المستويات حاول أنك أنت تكون حذر وتقدر أنك تنجز كل المطلوب منك الضروري تخلد للراحة تراقب صحتك لأنه الفترة فيها نوع من أنواع الصعوبة صحيح أنه بيت المتاعب رح يستمر لآخر الشهر ضاغط ولكن أقواها هي أول 13 يوم فحاول أنك أنت تنتبه من الأعداء أو الخصوم المتخفين وراء صداقة أو معرفة أو علاقة أنهم بتوددوا لك وهم أساسا نويين يتحكموا في حياتك أو يخربوا حياتك فاحذر من الأشخاص اللي نيتهم سودة أو سيئة ممكن يكيدوا لك ربنا يجعل كيدهم في نحرهم ويعيدك منهم ويحميك هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء